اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او اتكلم معنا انه خلاص ان شاء الله ممكن اسبوعين ثلاث يكون في ارض الملعب طب هل هيلحق قبل النهاية باذن الرحمن هيلحق طب ايه كلامك لها كابتن بتقول كده قبل النهاية تحدد معاده يوم 20 ابريل في توقف بعد الجماد دي عشان في تصفيات بطولة افريقيا للاندية اللي بيشارك فيها نادي الزمالك ستوقف الدولي هيلجع يستقنى في تاني يوم 20 ابريل يعني بنتكلم في 29 يوم بنتكلم كمان اسبوعين يعني 14 يوم يعود يعني عندك 15 يوم تجهز عمر عزب يعني يلحق حتى لو فرضا لم يلحق احد المباريات الاولى في مع الجزيرة قد يلحقنا في الفاينال باذن الله في حالة اهلنا للفريق فريق كورة السلة ماشي بشكل جيد الحمد لله من افضل بعد ما مجلس الادارة ركز مع سنتين والصفقات وكابت الرؤوف عبدالقادر مدير نشاط الرياضي وفر الدعم وطبعا رفع لمجلس الادارة كل طلباته مجلس الادارة برئاسة كابتل محمود الخطيب لب طلبات الفريق على مدار سنتين ثلاثة تحول فريق كورة السلة في النادي الاهلي من بعد ما كان دايما ما بيستلقاش احسان من الجماهير وليها مش هلت حق على بعض ولكن تحول الحمد لله الحمد لله بمجهود الجميع واقلاص الجميع لواحد من افضل الفرق الجماعية في النادي الاهلي الآن ان شاء الله نتمنى له الفوز في دور السوبر لان احنا لنا هدف ابعد انا مش عايز اسبق الاحداث يا رب احبش دايما انا اسبق احبش دايما اتكلم عنه لبعده ولكن عندنا هدف كبير الا وهو افريقيا عايزين نرجع بطوط افريقيا تاني اللي غايبة عنا من سنة 2016 ديسمبر 2016 اخر لقب افريقي دخل النادي الاهلي متنتظرين انادي اهي استحق والمناسبة عايز اخد في حاجة تانية تخص كورة السلة كنا اتكلمنا في ايه السود التحليل اللي قبل المباراة اللي قبل المباراة مباراة الاهلي والاتحاد فينا الكاس عن القاب كأس مصر ركزوا معي كلام دي عشان حصل جديد كأس مصر كان اكتر فرقين حصلين عليهم وهو نادي الاتحاد السكندري ونادي الزمالك 13 لقب منهم لقبين اعتباري يعني ايه اعتباري يا كابتن الحاجات دي ما شفتهاش في ايه اتحاد بصراحة بس يعني نادرة لما بيقولك بطولة تلاغت النهار ده وهندي اعتباري اللي حامل اللقب السنة اللي فات يعني ما عرفش انا مش مقتنع بدي بس قلنا يلا ماشي طالما يعني الاتحاد السنة خلاص هنقول ايه ولكن الاتحاد راجع نفسه وده حقيقة موقف محمود مش عشان جيل صالح يعني احنا مناش يعني احنا مناش ولا احنا تلاغلنا لق يعني بس عشان تبقوا انتوا عارفين احنا تلاغلنا لق بس هنقول ايه احنا نقول ان دي حاجة محمودة ان الاتحاد يراجع نفسه يا جماعة والله انا شايف ان ما فيش حاجة اسمها القاب باعتباري فاحنا دلوقتي باني تسع القاب صح احنا عشر القاب احنا عشر القاب نادي اه بطل بطل الكاس السنة دي احنا فاحنا عشر القاب نادي الزمالك ونادي الاتحاد لما تلاغل لقبين الاعتباري نزلوا بقى 11 لقب يعني النادي الاهلي يبعد لقب واحد عن تصدر او مساواته مع الفرق الاخرى عشان يبقى من اكتر لفرق الحسنة على كاس مصر وهل من العقل هل من العقل لو كاس مصر لأي زرف من الظروف زي مثلا بعد الشر يا رب وربنا لا يعيدها ايام زي ما حصل فكره فرضا لو ما حصل ان الكاس مصر اتلغى هل يجوز وهل يعقل ان النادي الاهلي ياخد البطولة من غير لقب نفعش فعشان كده احنا بنحيي اتحاد السلع على هذا القرار ده احنا دايما بنقول احنا ما عندناش مشكلة الصح صح والغلق الغلاط والله العظيم احنا في هذا البرنامج لا يتزالانا غير الحق والمصلحة الحق والمصلحة الجميع الالقاب الاعتبارية ما ينفعش ما ينفعش ولكن انا خدت لقب بدراعي يتحسب لي الموسم ما تعملش فول داون للموسم ده كأنه مش موجود وده الحق الطبيعي اذا رجعنا تاني الالقاب اللي حصل عليها الاهلي الزمالك والاتحاد 11 لقب من 13 لقب بعد الغاء لقبين اعتبارية وعلى فكرة في الدوري فيه ازمة زي دي كمان النادي الاهلي اخد عشر القاب بدون اي اعتبار فهو دلوقتي النادي الاهلي عشر القاب الفريقين يعني ان شاء الله النادي الاهلي السنة جاي وتوج بالكاز بقى الطب وان شاء الله ان شاء الله في الفترة اللي جاية النادي الاهلي هياخد الريادة اي نعم بالنسبة للسلم محتاجين شغل انا اشرف ان انا حامل احد القاب بطولة الدوري مع النادي الاهلي اي نعم القاب ليثت كثيرة زي الكاز مش عشرة ومتالي من اربعة وخمس القاب ولكن اربعة صح خمس القاب لي الشرف الحمد لله بالعالمين انا حاصل على لقب واحد منهم وايضا لي الشرف ان انا حاصل على لقب كأس من عشر كؤوس اي دي اتمنى ان الخمس القاب يبقوا خمسين لقب في كرة السلة وهو ده ما يستحق النادي الاهلي النادي الاهلي بيشتغل النادي الاهلي بيبزي المجهود بيلتزم بالقوانين واللوايح عنده قطاع ناشئين قوي النادي الاهلي يستحق انه يتصدر زي التائرة زي اليد احنا اكتر فرقة حصولة على الدوري العام المصري نتمنى ان شاء الله كرة السلة واحنا ان شاء الله ماشيين على طريق الصحيح معلش انا بسترسل في بعض الامور المهمة اللي مش تسمعوها في برنامج اخر ممكن يكلمكم بهذه التفاصيل